السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ماما أصلاً ميس ماما 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 نعم يا كوكي تعالى يا حبيبي أنا بسجل درس الإسكندر الأكبر إيه يا كوكي ده إيه اللبس اللي أنت مش لابسه ده يا حبيبي الدينة تلج وحتبرد كده ده ماما لبس الإسكندر الأكبر ده لبس الإسكندر أنا عرفت الإسكندر متل إيه ما هو متن البردي يا بابا ماما أنا عايز أن الله أشرح درس الإسكندر زي ما خلتي كيمو حطو بيشرح درس عن عصر مصر القديمة ماشي يا حبيبي بس روحل بسهدومك ماما أنا حاسس كده أن أنا عايش في عصر الإسكندر سيبيني برحتي بقى يا حبيبي أنت كده مش عايش في عصر الإسكندر أنت كده حتموت في عصر الإسكندر بقولك إيه أنت حر آآ آآ أنا كوكي آآ وحاش رح درس آآ كوكي آآ جاب لك يا حبيبي الروب القطيفة بتاعت البسه لا يا ماما شكراً أنت حر أنا النهاردة حشرح درس آآ كوكي آآ أجاب لك يا حبيبي البطانية تتغطى بيه وتتدفى شكراً يا ماما خلاص أنت حر أصدقائي أنا النهاردة حشرح درس الإسكندر الأكبر ربنا سبحانه وتعالى يا أصدقائي عطى مصر صروات كتيرة وده خل كل دولة عايزة تعمل إمبراطورية تروح لمصر وتستولى على خيرتها زي الليبيين والآشوريين والفورس لغاية مجال إسكندر المقدوني مصر وحكمها يا ترى مين هو الإسكندر المقدوني؟ اتولد الإسكندر الأكبر عام 356 قبل الميلاد ونشأ في إقليم مقدونيا بشمال بلاد اليونان أبوه هو الملك فليب المقدوني اللي وحد إقليم مقدونيا وبعد ما تقتل أبوه تولى الحكم هو عنده عشرين سنة ومن أهم أعماله أن غزى معظم أجزاء العالم القديم ولقبوه بلقب أعظم الفاتحين هزم الفورس في أسيا الصغرى وسوريا وفنيقيا واستولى على مصر سنة 332 قبل الميلاد تعالوا نتكلم عن الإسكندر وغزو مصر بعد ما قضى الإسكندر على تمرد المدن الإغرقية وهزم الفورس في أسيا الصغرى قرر أنه هو عايز تولى على مصر سنة 332 قبل الميلاد ليه؟ عشان يضمن لجيشه الغزاء علشان كده جه بجيش كبير ومعه أسطول بحري ووصل لتل الفارمة اللي هي شرق برسعيد دلوقتي ورحب المصريين بقدومه للبلاد طب إيه الأسباب اللي خلت المصريين يرحاموا بالإسكندر؟ أولا لأنهما كانوا معتقدين أنه هو جاي يحررهم من الاحتلال الفارسي اللي محترمش الديانة المصرية وفرض عليهم الضرائب وكمان المصريين عارفين عادات الإغريق لما جل إسكندر الأكبر مصر كان عايز يرضي المصريين ويظهر لهم أنه هو بيحترم الديانة المصرية فرح زار معبد الإله بتاح في منس وعمل مهرجان رياضي على الطريقة الإغريقية وكمان راح زار الإله أمون في واحد سيوة وقدم له القرابين علشان كده لقب بابن الإله أمون بناء الأسكندرية الأسكندر اختار قرية اسمها راقودة تقابلها جزيرة صغيرة في البحر متوسط اسمها فارس وجه عشان يقيم المدينة الجديدة بتاعته ليه؟ أولا عشان تحمل اسمه وكمان عشان تكون عاصمة لدولته وتكون مركز لنشر الحضارة الإغريقية في العالم وتكون قاعدة بحرية عشان يدعم فيها سيطرته على البحر المتوسط وبعد كده توفي الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد ودفن في الأسكندرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته